الطرح اللي بتقوله اخهولاكو والطرح اللي كلنا بنقوله مش عشان هدم عقيدة معينة او خداع الناس لكن عشان الناس تفكر وفعلا يكونوا متمسكين بالحق باحثين عن الحق يتبعوا الحق الذي يحرر طيب انا شافي اناس من اخواتنا عندهم ريكوست اللي يكونوا موجودين فاللي عايز يكتب واحد وانا اعتقد ان اخواتنا اللي في الكنترول جوم هيقدروا يخلوهم معانا لو هو كاتبوا رقم واحد وعرفنا مين يقدروا يخلوهم معانا ولا عايزين مداخلة بس بعد ما الاخهولاكو يبدأ الموضوع الفضل اخهولاكو طيب هو بس انا عايز اقول حاجة ان في الموضوع اللي فات اللي انا قلته بتاع العلاق ابن الحضرامي هي مش محمد خد من مسلمة مش دي الكصة الكصة ان في صحابة من كتاب الوحي كان بيخلط ما بين الكرآن وكده عشان يقول لك شيء اعجاز والكلام ده بص حضرتك قال استأذن العلاق ابن يزيد الحضرامي على النبي فأذن له فتحدث طويلا ثم قال يا علاق تحصن من الكرآن شيء قال نعم ثم قرأ عليه عبسة وتولى اللي هي ايه الاية المعروفة حتى ختمها فانتهى الى اخرة وزاد فيها من عنده وهو الذي اخرج من الحبلة نسمة تسعة من بين شراصيف وحشة فصاحبه النبي قال له اسكت بتقول ايه ليه بقى دي صورة الحبلة لمسيلم الكذاب كلام ده يا جماعة هتلاقوه في الدرر المنصور للصيوتي تفسير صورة عبسة وتولى الى اخر الكلام فكل كلمة بنقولها بنقولها بالدليل نخش بقى في موضوعنا النهاردة لماذا نجحت دعوة محمد الاجابة بكل بساطة بسبب الصعاليق ايه الصعاليق دول؟ يعني الكلمة دي حتى معتادة ان احنا نسمعها انت صعالوك صعالوك بيبقى فيها اهانة للناس وكده لكن اللي الناس ما تعرفوش ان محمد يعتبر هو زعيم الصعاليق الصعاليق مين هم الصعاليق؟ ببساطة شديدة عزيزي الكرس سابت الصعاليق زي عندنا المسلسلات المصرية زي زقاب الجبل وزي دوق الشارت اللي هم مطاريد الجبل المطاريد اللي هم عايشين في الجبال او بسبب ان هم ارتكبوا جراء معينة فبيهربوا من العدالة او القبيلة بتتنصل منهم وبيروحوا يعيشوا في الجبال بعيد على الناس فدول هم الصعاليق فدول ببساطة الصعاليق يعني مطارين الجبل او قطعين الطرق الاخر الكلام فده موضوعنا النهاردة لو تحب نبدأ فيه على طول تفضل اكيد احنا نبدأ في كده فانت اديت تعريف كويس انه هو كمان يوصل للناس انه هم بالضبط اللي هم الناس اللي هم مطردين من الجبال اللي هو بنسميهم في لغاتنا يعني انا كمصري بنسميهم جطاع الطرق الناس اللي هم بيقطاع الطريق وطبعا احنا شوفنا في تاريخ رسول الاسلام ازاي الهجوم على القوافل التجارية ونهب الاموال ونهب القوافل التجارية والكلام ده كله فاحنا هنشوف في فكرة ازاي استخدم رسول الاسلام الصعليق وازاي دول كان لهم دور مهم في تقوية ساعد محمد لاني حتى واحنا بندرس حتى الناس اللي درسوا التاريخ يعني انا بتكلم عن مصر واحنا في مصر لما درسنا التاريخ الاسلامي كانوا بتكلموا عن دعوة محمد السرية ودعوة محمد السرية لانه محمد كان ضعيف ما كانش معا ما كانش ما كانش في البداية مع السعليق لكن لما بدا ينضموا السعليق لي شوفنا الوجه الحقيقي لرسول الاسلام ودعوة رسول الاسلام فاتفضل اخونا هلاكو كلمنا شوية عن السعليق ازاي استخدم رسول الاسلام السعليق ازاي السعليق دول اصبحوا من اتباع محمد او من الصحابة كمان اللي هما دخلوا الاسلام طيب بشكرك عزيزي الكس بس ارجو من الادارة انها يعني يتغير الهدف تخليه قلوب مثلا اللي هو القلب المية ده على عشرة مثلا ما تعملش يعني اهدف عالية قوي او منخفض عشان البس يثبت يعني طيب بداية يعني انا لازم اتكلم ان بداية المشروع المحمدي كان باستراتيجية توظيف المال مع القوة لتحقيق الهيمنة طيب هو المال جابه منين احنا كلنا نعرف ان هو كان شغال عند خديجة وخديجة دي كانت تاجرة وغنية حتى فيه ايات اللي هو وجدك عائلا فاغنى حاجة زي كده مش فاكر بالضبط الاية فين فقال لك ان هو اغناه بمال خديجة فهو كان غني بسبب مال خديجة فدلوقتي هو محتاج للكوة الراجل ده كان في مكة عمال يعني يدا ولا حد سأل فيه 13 سنة طيب ازاي الراجل ده نجح وسط المدعين النبوة اللي هما قتقل منه واشهر منه وحتى ازكى منه ومش بس ازكى منه وحتى اكثر فصحة منه طيب ازاي الراجل ده نجح هو موضوعنا النهاردة الصعليق فبعد كده وظف المال مع القوة لتحقيق الهيمنة فالاول ندخل على طول في الموضوع من هم الصعليق ارجو من الادارة تعمل قلوب اللي هو القلبة جمهية ده العشرة لو سمع علشان القلبة سبقى قوي طيب الصعليق من هم في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ده مهم جدا الكتاب ده بيقولك عرف الصعليق بزقبان العرب لو حتى زقاب الجبل اللي هو المسلسل جاي منها زقاب الجبل بيسموا زقبان ليه عشان ما بيعفوش يناموا بالليل بسبب انه ممكن في اي وقت تكبس عليهم الحكومة فزقبان العرب وزقبان العرب لصصهم وصعلكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلقون لانهم كالزقاب وانواع الصعليق كانوا تلات انواع واحد الخلعاء اتنين الأغربة تلاتة المتمردين نقولهم تاني واحد الخلعاء اتنين الأغربة تلاتة المتمردين الخلعاء يعني لما اقولك اتخلع يعني دول طائفة الخلعاء دول اللذين انكرتهم قبائلهم وتبرأت منهم وتردتهم من حماه ليه؟ عشان عملوا جرائم معينة فبعد كده القبيلة تنصلت منهم فخلعتها خلعتهم من القبيلة والأغربة دول طائفة اللي هم السود اللي لهم بشرتهم اسود ده بسبب ان اماتهم من الاماء تعرفوا بالعرب وكده وبعد كده انجبوا منهم زي عنطارة كده عنطارة ابن شداد ده كان راجل يعني امه سودة وكده وبعد كده اختلت دماغه بالعرب بس عنطارة ما كانش يصعلوك فتقالوا عليهم الأغربة لأن دماغهم ليست عربية خالص وبعد كده المتمردين دول الطائفة التالتة اللي هم من الفقراء المتمردين اللي هم تصعلقوا نتيجة للظروف الاقتصادية وإلى آخر زي عروة بن الورد والناس المشهورة من الصاليق اللي كان حتى بيسرق من الناس وبعد كده يدي للفقر دول تعريف الصاليق تفضل تفضل